أهلا بكم اللهم لا حسد حياتنا جم المهرجانات ومستواهم المدز بيلفت نظر الجمهور مش علشان بس بيفاجئونا بعربياتهم وبيوتهم ومجوهراتهم المفاجئة لكن اللي بيفاجئ هو الوقت أقل من سنتين ممكن تلاقي مطرب مهرجان لسه بادئ وبعدها بسنين بسيطة ومنجرة شهرته حقق سروة كبيرة ونبدأ نشوف عربيات لدربة تصير الجدل والتساؤلات هي فعلا دين ممتلكاتهم عربيات وبيوت بملايين الجناهات؟ الحقيقة أني أيوة دي ممتلكاتهم وصرواتهم ويمكن سؤال كتير بيشغل الناس خاصة المتفاعلين على السوشيال ميديا هم بيكسبوا كام؟ هقول لكم النهاردة أرباح وصروات أشهر مطربين المهرجانات زي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال ومن فيهم كمان؟ الأغنى تابعونا متنسوش لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا برس تنباته عشان تعرفوا كل جديد حسب أرباح اليوتيوب هنقول لكم في فقرتنا متوسط الأرباح لكل قناة لمطربين المهرجانات وأولهم عمر كمال عمر كمال بدأت قناته على اليوتيوب في 21 سبتمبر 2012 وبيتابعوا حوالي 1.700.000 شخص عليه ونشر أكتر من 185 فيديو حقق من خلالهم 307.142.000 مشاهدة وبتتروح الأرباح الشهرية الخاصة بعمر كمال بينتمل 1000 دولار لـ 126.000 دولار يعني حوالي من 123.000 لما يقرب لـ 2 مليون جنيه شهريا أما أرباحه السنوية فهي بتتروح ما بين 95.000 دولار لـ 1.5 مليون دولار أي ما بين 1.485.000 لـ 23.461.000 نيجي المجد شطة بدأت قناة مجد شطة على اليوتيوب في 30 إبريل 2017 وبيتابعوا حوالي 230.000 شخص ونشر فيهم 179 فيديو حقق من خلالهم 23.362.000 مشاهدة وبيحقق أرباحه شهرية بتتروح من 80 دولار لـ 1.300 دولار يعني ما بين 1.200 جنيه لـ 20.000 جنيه وبتتروح أرباحه السنوية ما بين 958 دولار لـ 15.000 دولار يعني حوالي 15.000 جنيه لـ 239.000 جنيه الدخلوية بدأت قناة فرقة الدخلوية في مايو 2019 وبيتابعها حوالي 344.000 متابع وقاموا من خلالها الفرقة بنشر 75 أغنية وحققت حوالي 88.576.000 مشاهدة وبتتروح أرباح الفرقة الشهرية بين 358 دولار لـ 75.000 دولار يعني ما بين 5500 جنيه لـ 89.000 جنيه أما الأرباح السنوية لفرقة الدخلوية بتتروح من 34.000 دولار لـ 68.000 دولار يعني ما بين 67.000 لمليون جنيه حمو بيكا بدأ حمو بيكا على اليوتيوب في 2018 وبيتابع عليها أكتر من 140.000 شخص واحتوت قناته على 194.000 أغنية بنحو مشاهدات 503 مليون مشاهدة وتتروح متوسط أرباح حمو بيكا من قناة اليوتيوب شهريا ما بين 27.000 دولار لـ 43.000 دولار يعني حوالي من 42.000 جنيه لـ 683.000 جنيه وتتروح أرباحه السنوية من 32.000 دولار لـ 524.000 دولار يعني ما بين 513.000 جنيه لـ 8 مليون جنيه ونيجي لـ حسن شاكوش بدأت قناة حسن شاكوش على اليوتيوب في بداية سبتمبر عام 2015 وبيتابع عليها أكتر من 3 مليون شخص ونشر من خلالها 306 أغنية وحقق مشاهدات حوالي 1.423.000 وبتحقق قناته متوسط أرباح بتبدأ من 12.000 دولار لـ 197.000 دولار يعني حوالي 194.000 جنيه لـ 3 مليون جنيه وبالنسبة للأرباح السنوية لـ حسن شاكوش وزي ما احنا شايفين أرقامه عالية جدا هي بتبدأ من 148.000 دولار لـ 2.4 مليون دولار يعني معنى كده أن أرباحه بتبدأ بالمصري من 2 مليون جنيه وبتوصل لـ 38 مليون جنيه وكده زي ما احنا عرفنا أن حسن شاكوش هو الأعلى أرباح بين مطربين المهرجانات